الجيش يصد هجمات حثية في الجدعان وصروح بمأرب ويفشل محاولة تقدم للميليشيا في جبهة الجدافر بالجوف حفظوا تعزية عهدوا بعدم تراجع عن قرار استكمال التحرير ومطالب واسعة بفراج غير مشروط عن الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي طيب الله وقاتكم بكل خير مشاهدين وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار وقدمها لكم من قناة يمن شباب إذن صدت قوات الجيش الوطني مسموذة بالمقاومة الشعبية هجوما حوثيا على مواقع محرزة في منطقتين الجدعان وصروح صدر عسكرية أفادت لقناة يمن شباب أن ميليشيا الحوثي هاجمت مواقع الجيش في سائلة نبعة القريبة من معسكر ماس ومواقع للجيش في جبهة صروح بثلاثة أنساق قتالية تم دحرها بعد مقتل العشرة منهم في السياق ذاته قصفت مدفعية الجيش الوطني أهدافا حوثية حيوية في الجبهتين ما دا إلى تدمير أماكن رصد وتجمعات ومخزن أسلحة وعدد من الآليات العسكرية هذا ولقي قيادي حوثي ينتحل رتبة عميد مصرعه مع عدد من مرافقي في كمين بجبهة صروح غرب مأرب مصادر ميدانية قالت إن كتيبة المهام الخاصة في الجيش الوطني نفذت كمينا محكما للقيدي الحوثي المدعو عمار هاشم الإدريسي مادى إلى مقتله مع عدد من مرافقي في مدرية صروح غرب المحافظة وينتحل القيادي الحوثي الهالك رتبة عميد فيما تتواصل المعارك في جبهة مأرب وسط ارتفاعا في خسائر الميليشيا في الجوف صدت وحدات من الجيش الوطني هجوما حوثيا في جبهة الجداف الجنوبية شرقيا المحافظة وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش والمقاومة تعاملت باحترافية مع هجوم شنته الميليشيا تلقى على إثره المهاجمون الحوثيون خسائر في العتاد والأرواح وسط فرر آخرين تاركين وراءهم مدرعة وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كما دمر الجيش الوطني بقصف مدفعي في ذات الجبهة عربتين وأليات قتالية أخرى معادية إضافة إلى مصرع من كانوا على متنها من عناصر الميليشيا قالت مصادر محلية لقناة يمن شباب إن نقطة تفتيش حوثية في منطقة بزان بنهم على الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء أطلقت النارة على الساق عبدالله أحمد الشليف ما أدى إلى إصابته إصابة بليغة نقل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد مشافي صنعاء وطبقا للمصادر فين المصاب يعمل سائقا بالأجرى في خط مأرب صنعاء وأثناء مروره من نقطة الميليشيا تم إطلاق النار عليه بشكل مباشر ويشهد الطريق بين صنعاء ومأرب حوادث مماثلة منها مقتل مواطن وإصابة خمسة آخرين في ذات النقطة بمنطقة بزان منذ مطلع شهر أبريل المنصر قال محافظ تعز نبيل شمسان قرار استكمال تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي لن يتوقف ولا يمكن تراجع عنه جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الإشرافية العليا للدعم والإسناد بالمحافظة وأشار المحافظ شمسان في الاجتماع بالالتفاف الشعبي حول معركة التحرير التي يقودها الجيش الوطني ببسالة وشجاعة كبيرة وقال المحافظ في الاجتماع الذي حضره قائد محور العسكري لواء خالد فاضل إن قوات الجيش في محور تعز يسطرون ملاحمة بطولية بإمكانيات شحيحة ويلقنون ميليشيا الحوثي هزائم وخسائر فادحة مشددا على الاستمرار في دعم مقاتلي الجيش من أجل تحرير المحافظة وكسر الحصار الجائر عنها وفي الاجتماع تم استعراض عدد من التقارير المتعلقة بعملية الدعم والإسناد في المدريات واللجنة المالية ولجنة الدعم والإسناد السياسية وفي ذات الاجتماع كذا قائد محور تعز لواء الركن خالد فاضل على أن الالتفاف المجتمعي شكل حافزا مهما لمعنويات قوات الجيش في مختلف جبهة القتال في المحافظة وأشار لواء فاضل أثناء استعراضه سير المواجهات وانتصارات قوات الجيش في اجتماع اللجنة أشار إلى أن الأبطال مستمرون في تحقيق الانتصارات وتقديم التضحيات في سبيل الدفاع عن مدينة تعز من العصابة الحوثية الانقلابية كشفت مصادر مطلعة عن ترتيبات لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن حول اليمن لمناقشة التطورات في مأرب منتصف مايو الجاري وذلك ضمن خطوات حاسمة يدرسها المجتمع الدولي بعد تصلب ميليشيا الحوث الإرهابية وإفشالها مشاورات مصقط وبحسب المصدر فإن المجتمع الدولي يسعى إلى استصدار قرار منزم للحوثيين بوقف الهجوم البري العدائي على مأرب أصوة بتدخل سابق قدته بريطانيا واخر العام 2018 وأدى إلى إحباط هجوم القوات الحكومية على مدينة الحديدة غربي البلاد وتوقيع اتفاق ستوكولم الهش مصدر وبحسب موقع العرب الجديد قالت إن الوسيطين الدوليين في الملف اليمني أنهي آزر زيارتهم لمسقط حيث وعد المبعوث الأممي مارتين جريفت إلى مقر إقامته في العاصمة الأردنية عمان مساء أمسال اثنين قبل العودة مجددا للعاصمة السعودية الرياض في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء وذلك لإجراء مزيد من النقاشات مع القيادة السعودية برفقة المبعوث الأمريكي وقالت المصادر إن ميليشيا الحوثي تصر على ضرورة استبعاد مسألة رفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء ودخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة من بنود المشاورات باعتبارها بنود إنسانية لا يجب أن تكون ضمن أي نقاشات سياسية أو عسكرية لإنهاء الأزمة دعت 22 منظمة يمنية معنية بدفاع عن الحقوق والحريات في بيان المشترك دعت ميليشيا الحوث الإرهابية إلى إطلاق صراح الصحفيين المعتقلين في سجونها دون قيد أو شرط بمن فيهم المحكم عليهم بالإعدام معبرة عن رفضها القاطع لتلك الأحكام التعصفية وجددت المنظمات في بيانها الذي جاء بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة رفضها لأحكام الإعدام بحق الصحافيين الأربعة وهم عبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي الذين اختطفوا منذ ما يقارب خمس سنوات في سجون الحوثيين المنظمات أكدت أن أحكام الإعدام بحق الصحفيين الأربعة مرفوضة وجائرة وتعصفية وباطلة جملة وتفصيلا كونها صدرة عن محكمة لا ولاية لها وتاتي في السياق الترهيب والتنكيل الذي تنتهجه جماعة الحوثي بحق قصومها والمختلفين معها كما طابت المنظمات بسرعة الإفراج عن الصحفيين اليمنيين فورا ودون قيد أو شرط وتعهدت مواصلة الشهود في الدفاع عن الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع جميع الشركاء من منظمة المجتمع المدني المحلية والدولية وفي السياق طالبت رابطة أمهات المختطفين بإسقاط قرارات الإعدام التي أصدرتها ميليشيا الحوثي ضد أربعة صحفيين مختطفين في سجونها بالعاصمة صنعاء وشرت رابطة في بيان إلى أن ميليشيا الحوثي أصدرت في أبريل من العام الماضي قرارات بعدم أربعة صحفيين بعد اختطاف دام قرابة خمس سنوات وبحسب الرابطة فإن ميليشيا الحوثي مسؤولة عن ست وخمسين حالة اختطاف لصحفيين منذ بدء الحرب لا يزال منهم خمسة عشر صحفيا في سجونها بعد إفراجها عن واحد وأربعين الرابطة أكدت أن ميليشيا الحوثي لم تتوقف عن ممارسة الاختطافات للصحفيين دعية في الوقت ذاته المنظمة الدولية المهتمة بالصحافة والمنظمة الحقوقية والصحفيين على مستوى العالم بالتزامن مع اليوم العالمي للصحافة إلى أن يولوا قضية الصحفيين اليمنيين اهتماما عاجلا حيث يواجه عشرات الصحفيين الموت في السجون وأماكن الاحتجاز منذ بدء الحرب جهة أخرى حثى مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتين جريفث على حماية الصحفيين وعائلاتهم في البلاد وقال إنهم يواجهون مخاطر كبيرة وحذر جريفث في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة من أن مساحة حرية الصحافة تتقلص في اليمن باستمرار مشيرا إلى أن الصحفيين يواجهون مخاطر كبيرة عند القيام بعملهم وشدد المبعوث الأممي على حماية الصحفيين وعائلاتهم من سوء المعاملة والإفراج الفوري عن المحتجزين نفذ العشرات من موظفي صندوق النظافة والتحسين في محافظة إب في وقفتين احتجاجيتين تنديدا باعتداءات حثية طالت عددا من موظفي الصندوق وقالت مصادر محلية ليمن شباب إن موظفي الصندوق في المحافظة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي نظموا وقفتين احتجاجيتين إحدهما أمام إدارة الأمن والأخرى أمام البوابة الجنوبية لجميع إب طلبوا فيهما بمحاسبة مسلحين من الميليشيا قاموا بالاعتداء على موظفين في الصندوق في إحدى نقاط التحصيل بمدينة القاعدة كما طالب المحتجون بضبط الجنات وإحالتهم للجهات المختصة وتسليم النقطة للمتحصلين المكلفين من إدارة الصندوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وسط تعهدات منهم بمواصلة الواقفات والمسيرات الاحتجاجية وتهديد بالإضراب الشامل عن العمل حتى يتم رد الاعتبار للموظفين والاتجابة لمطالبهم المشروعة وكان القيادي الحوثي المدعو علي بن علي نوعا المعين من قبل الميليشيا وكيلا لمحافظة إب قد استولى بقوة السلاح على نقطات تحصيل تابعة للصندوق النظافة بمدينة القاعدة في مدرية ذي السفال بعد أن اعتدى مسلحوه على موظفي النقطة وتردهم منها وقام بتحصيل الإرادات والسطو عليها فرضت ميليشيا الحوثي الإرهابية بث خطب زعيمها عبر مكبرات الصوت في مساجد صنعاء وإب ومحافظات أخرى تقع تحت سيطرة الميليشيا وسط استياء شعبي وقالت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي قامت بتركيب شاشات تلفزيونية في عدد من مساجد محافظة إب وفرضت على المصليين الاستماع إلى خطب مطولة لزعيم الميليشيا الإرهابية عبد الملك الحوثي وفي العاصمة المحتلة صنعاء فرضت ميليشيا الحوثي بث خطب زعيم الميليشيا الإرهابية عبر مكبرات الصوت في المساجد مأثار سياء واسع في أوساط السكان لنا للحديث أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي عبد العالم بجاش أهلا وسهلا بك سيد بجاش انتهاكات حوثية مستمرة تركز على المساجد والمدارس والجامعات ما بعض وأهداف الميليشيا فرض خطب زعيمها في هذه الأماكن هذه الإجراءات والممارسات التي تنفذها ميليشيا الحوثي التابعة لإيران هي إجراءات ممنهجة ومخطط لها بهدف غسل دماغ وتغيير هوية الشعب اليمني ومحاولة فرض الشرك الشرك بالله كثير رسمي لتقويض الدولة وتقويض مبدأ دولة المواطنة التي تقوم على المساواة وعلى الشورى ما تقوم به ميليشيا الحوثي من خلال استهداف المساجد بعد استهداف الجامعات والمدارس ومحاولة تكريس خطب زعيم ميليشيا التمرد وتكريس الأفكار الإيرانية المتعلقة بما يسمى ولاية الفقيل ونظرية فكرة البطلين والسلالة المقدسة وغيرها جميعها تصب باتجاه واحد وهو محاولة حرف هوية الشعب اليمني باتجاه فرض الشرك بطريقة رسمية من أجل تحويل اليمن إلى ملكية خاصة لمجموعة من الأسر هذه الإقراءات التي تمارسها الميليشيا وتقريضها في مناطق سيطرتها وفي المحافظات الواقعة تحت سيطرتها هي إقراءات خطيرة للغاية وعلى اليمنيين في هذه المناطق وفي تلك المحافظات خاصة ونحن في الأيام في العشر الأواخر من رمضان عليهم فقط التفكير في الذكر الحكيم في القرآن الذي حذر تقريبا ربع القرآن أو ثلثة حذر تماما من الشرك لأن الشرك يقوض الدولة المواطنة التي تقوم على مبدأين أساسيين وهما المساوى بين الناس والشورى أي حق الناس في انتخاب السلطة التي تحكمهم أتت هذه الميليشيا ومن خلال تكريسها خطب زعيمها وهذه الأفكار وهذا الفكر المستورد من إيران أتت من أجل إعادة إرساء التفرقة العنصرية بين اليمنيين وإعادة بناء قداسة السلالة وهي كلها مفاهيم تناقض الدين الإسلامي الحنيف الذي ينص على مبدأين أساسيين وهما أن الناس خلقوا سوارسية وأن الحكم يقوم على أساس الشورى أي الانتخابات الحرة مع ما الصحفي عبد العالم بجاش شكرا جزيلا لك في موضوعنا آخر تواصل الإمارات إرسال صفن مشبوهة تحمل شحنات مجهولة إلى محافظة أرخبيل سقطرة دون إجراءات قانونية أو موافقة الحكومة الشرعية وفي الصدد قالت مصادر محلية إن سفينة إماراتية راست أمثل اثنين على ميناء حلاف تحمل على متنها عددا من الحاويات المغلقة ولم تخضع بعد للتفتيش في الميناء الذي تسيطر عليه ميليشيا الانتقالي وبالتزام وصل وفد إماراتي من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي إلى الأرخبيل على متن طيران العربية القادم من أبوظبي في زيارة تهدف إلى تقييم الوضع الأمني في المطار طبقا للمصادر وبحسب المصادر فإن الوفد الإماراتي المكون من خمسة أفراد وصل الجزيرة بتنسيق من الوزارة الخارجية اليمنية وهيئة الطيران اليمني والسفارة اليمنية في الإمارات في وقت تواصل فيه أبوظبي تسيير رحلات جوية وبحرية إلى سقطرة دون إذن من السلطة الشرعية وتحت حماية القوات السعودية المتواجدة في الأرخبيل أعلنت السلطات في حضر موت حصيلة جديدة للأضرار التي خلفتها سيول الأمطار في مدينة تاريم وقال وكيل المحافظة لشؤون مديريات الودي والصحراء عصام حبريش الكثيري أن سيول الأمطار التي ضربت تاريم يوم الأحد أدت إلى تضرر 186 منزلاً في وقتنا كذا فيه مصدر محلي ارتفاع الوفيات إلى خمسة أشخاص وذكر المصدر أن أغلب الأضرار في المنازل كانت في حي الشبيكة بمطقة عيديد وسط نزوح لسكان المتضررين إلى المدارس الحكومية بينما تجري ترتيبات لنقلهم إلى شقاق مفروشة وفادت مصادر محلية أخرى بعودة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة في مدرية تاريم التي تضررت جراء السيول بعدما تمكنت فرق مؤسسة الكهرباء من إصلاح خطوط النقل وتوزيع وإعادة الخدمة فجر الثلاثاء لازال ركام مدينته المنكوبة وبيته الذي لم يعد صالحاً للسكن يذكره بليلة أمطار وسيول قاسية وبنظرة مأساته يرى محفوظ جميل بيته وذكريات حياته إيمان القدر وحده مكنه من تجاوز تأثير الصدمة التي استيقظت عليها مدينة تاريم في محافظة حضرموت بعد ساعات من الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة داهمت نحن سيول من كل مكان وكانت فرق الإنقاذ بطيئة جداً تكاد أن تكون لا شيء بالنسبة للدولة ما فيش أي فرق الإنقاذ لنما كانهم شباب متطوعين ولولا لطف الله لكان أمور ثانية هدأت العاصفة وخلف الضحايا ارتفعت أعدادهم إلى خمسة شهداء وعشرة الجرحة أما أضرار الممتلكات فقدرت بنحو 186 بيتاً تهدمت بعضها بشكل كلي وأخرى لم تعد صالحة للسكن بينما جرفت السيول عشرات المركبات وشهدت المدينة نفوق المئات من المواشي وانجراف واسع للأراضي الزراعية وتدمير كبير طال البنية التحتية عندنا موجود الليلة اسمها الليلة أضرار السيول وين موقعها وين منطقتها في المنطقة في عمار ابتناء في مينشاة في ميار السيول ما أحد تكلم حتى بالحين تعطب منطقة تريم منطقة منكوبة على قولهم من المسبب منك بالكلام ده على أحزانها إذن تتكئ مدينة تريم وعلى واقع النزوح بات مصير عشرات الأسر والعائلات السلطات الرسمية توجهت بإجراءات طارئة للإيواء والغذاء والمساعدات النقدية لكن تساؤلات المستقبل لا تزال عالقة في أذهان المتضررين أسئلة تتحدث عن المسببات والمسؤول أيضا في ظل حديث عن استقطاع أراضي ضيقت مجاري السيول الرسمية وسوء إدارة للمخططات السكنية في المدينة ربما لم يحن بعد الحديث بشكل متعمق عن مسببات الكارثة ولا المعالجات بقدر ما كثفت جهود الأهالي ومعها جهود السلطات والمنظمات الخيرية في انتشال واقع الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المتضررون لكنها معالجات موقتة تعيد ذاكرة الأهالي إلى العام 2008 حين تضررت أطراف المدينة وبقيت قضية المتضررين عالقة حتى اليوم دون حلول مستدامة أو تعويضات مجزية تمكن الضحايا من جبر مصابهم وبعد أكثر من 12 عاما من الكارثة الأولى يأمل الأهالي أن يختلف تعاطي السلطات مع الأزمة الحالية عن سابقتها عبدالله مومن يمن شباب حضر موت سجلت السلطات الصحية 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعة الماضية في خمس محافظات وقالت اللجنة الوطنية أنها سجلت حالة وفاة في شبوى فيما توزعت الحالات الإصابة الجديدة بواقع عشر حالات في عدن وست في حضر موت وخمس في تعز وثلاث حالات في شبوى ومثلها في البيضاء وشارت اللجنة إلى تسجيل 38 حالة تعاف توزعت بواقع 28 حالة في تعز وأربع حالة في حضر موت وثلاث في البيضاء ومثلها في المهرح تشهد الأسواق التجارية في مدينة مأرب حركة نشطة خلال شهر رمضان ولم تتأثر هذه الحركة بالمعارك المشتعلة على أسوار المحافظة تشهد مدينة مأرب حركة تجارية واسعة برغم ما تعيشه من ظروف الحرب وضراوة المعارك إلا أن عجلة الاقتصاد في المدينة تمضي على قدم وساق في الوقت الذي ذهبت فيه التوقعات من حسار حركة السوق نظرا للتحديات العسكرية والأمنية التي تواجهها محافظة مأرب تم افتتاح عدد من المحال التجارية والمولات الكبيرة قبيل شهر رمضان الكريم الوظف في المدينة هذه والأسواق نشطة قدوم من عيد الفطر المبارك وكما ترون الآن زحمة بدأت وبدأ الناس يقتنون ملابس العيد والحمد بالله أمور طيبة إن شاء الله واقع يعكس حالة من الاستقرار المعيشي وزيادة النمو الاقتصادي ما جعل الباعة يبدون حالة من الرضا والطمأنين إذا استقرار الوضع الاقتصادي والتجاري الذي يشهد تناميا ملحوظا في حركة البيع والشراء من عكس على زيادة القوة الشرائية وتلبية كامل الاحتياجات من المتطلبات الأساسية والثانوية بسبب المحافظة مأرب تشهد توسع كبير وخاصة في الأسواق زحمات عندنا يعني ما كنا نتوقعها كان يدخل زباين يعني 10% الآن 100% توسع عمراني توسع في الأسواق وحركة أول مرة نشهدها أمر يظهر عدم تأثر الحياة الاقتصادية والمعاشية بما يدور من صراع عنيف بين الجيش الوطني والميليشيات الحوثية التي تحاول إحداث أي اختراق على أطراف المحافظة غير أنها باءت كعادتها بالفشل لا تبدو الحياة الاقتصادية والتجارية متأثرة بإقاع الحرب في مارب إضرما تشهد المدينة من تصعيد عسكري لافت على حدودها تبدو السوق الاقتصادية طبيعية وتشهد الحركة التجارية تناميا ملحوظا في شهر رمضان الكريم أشرف الهامل ليمن شباب مأرب أعلن وزير الصناعة والتجارة محمد الأشوال اعتزم وزارته افتتاح فرع للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في محافظة مأرب لتعزيز جهود الرقابة على جهودة السلع والمنتجات وحماية المستهلك جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل بمكتب الصناعة والتجارة في مأرب وجهوده الرقبية على الأسواق والصعوبات التي واجهها وسبل معالجتها مشيدا بجهوده في ضبط الأسعار وتأكد من سلمة وجودة المنتجات والسلع المختلفة وضبط المخالفين كما وجه الوزير بتكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق ومخازن التجارة ومستودعتهم بشكل دوري ولا سيمة في المواسم والمناسبات وشدد على إلزام جميع التجار وأصحاب المهن والحرف المختلفة ببيع منتجاتهم وخدماتهم للمستهلك بالريال اليمني واتخاذ العقوبات القانونية بحق المخالفين احتفت تعز خلال الأيام الماضية بتخرج كوكبة من حفظة كتاب الله في عرس قرآني بهيج وأجواء دينية فرائحية لم يتوقف رشاط المراكز التعليمية في المدينة عن تحفيظ القرآن الكريم رغم الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أعوام عرس قرآني بهيج تزامن مع ليال مباركة من الشهر الفضيل احتفى فيه مركز أنس بن مالك التعليمي في مدينة تعز بتخرج 21 حافظا وحافظة لكتاب الله نهى وهي إحدى الخريجات تقول إن فرحتها اليوم كبيرة بعد أن حققت هذا النجاح فرحتنا عظيمة جدا فهذا اليوم نحن حققنا إنجازا عظيما بأن نكون حافظين للقرآن الكريم فالقرآن فيه الصعوبة فمحظوطين الذين يحفظ القرآن الكريم فنحن محظوطين ونتمنى أن نكون من أصحاب الجنة كوكبة أخرى من الحفاظ احتفى به مركز الفتح القرآني الذي تخرج فيه أكثر من 25 حافظا وحافظة خلال شهر رمضان ليرتفع فيه عدد الخريجين إلى أكثر من 85 حافظا خلال السنوات الماضية بمختلف أعمارهم وفئاتهم اليوم بحول الله سبحانه وتعالى يحتفل مركز الفتح القرآني وللسنة الرابعة على التوالي بتخريك كوكبة من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى اليوم نتحدث عن أكثر من 85 حافظ وحافظة لكتاب الله التفع الرابعة يتخرج منها اليوم أكثر من 25 حافظ وحافظة لكتاب الله استمرار أنشطة المراكز التعليمية لتحفيظ القرآن في تعز رغم سنوات الحرب وما خلفته من آثار مختلفة الجوانب على السكان إنما هي صورة تعكس مدى مقاومة الأهالي لميليشيا الحوثي الانقلابية التي تحمل مشروع تجهيل المجتمع وتغيير ثقافته الدينية والإسلامية أي من قائد يمن شباب تعز لنى ختم هذين الشام شاهدين وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها الجيش يصد هجمات حوثية في الجدعان وصروح بمأرب ويفشل محاولة تقدم للميليشيا في جبهة الجدافر بالجوف محافظ تعز يتعهد بعدم التراجع عن قرار استكمال التحرير ومطالب واسعة بإفراج غير مشروط عن الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي تنى ختم هذه النشرة مشاهدين نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر